في الوقت الذي تستهدف فيه إسرائيل وكالة الأنوروى في قطاع غزة بتهمة الضلوع في أحداث السابع من تشرين الأول عاد الاستهداف الإسرائيلي للوكالة في القدس إلى الواجهة بقيادة أريا كينغ نائب رئيس بلدية القدس عبر دعوته إلى تنظيم تظاهرة الاثنين المقبل أمام المقر الإقليمي للأنوروى في حي الشيخ جراحة تحت عنوان القدس لن تكون غزة للمطالبة بإغلاقها دعوة كينغ هذه سبقتها دعوات له أيضا لإغلاق المقر ووضع نصب تذكاري للقتل الإسرائيليين في حرب غزة مكانه القرار بتعليق الدعم لوكالة الغوث هذا القرار الذي صدر بعد تلك الإدعاءات الإسرائيلية فاجأنا بسرعته وفاجأنا أيضا بتوقيته وكالة الغوث تعاد شريان الحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط حيث نعمل هناك خمس مناطق لعملياتنا في الشرق الأوسط وبالأخص نحن شريان حياة للاجئين في قطع غزة الحرب الإسرائيلية على الأنوروى أشعل فتيلها رئيس بلدية القدس السابق نير بركات عبر خطة نوقشت في الكنيسة الإسرائيلي لتصفية المخيمات الفلسطينية بدءا بمخيم شعفات في القدس حيث كانت بواكير المخطط تحت عنوان تطوير البنية التحتية للمخيم الذي يقتنه ثلاثون ألف لاجئ وتغيير مسمياتهم من لاجئين إلى سكان يتلقون الخدمات من مؤسسات إسرائيلية طبعا نحن نحكي من بوابة القدس الشرقية من مخيم شعفات المخيم الوحيد الموجود اليوم حاليا في داخل حدود مدينة القدس الخدمات نحن مهدد أنها تنقطع علينا وهي الخدمات الصحية والخدمات التعليمية نحن نحكي عن عدد كبير من سكان المخيم وأهل المخيم عايشين على هذه الخدمات طبعا وقفها وقطعها عن هدول اللاجئين بهدد حياتهم بهدد مصيرهم بهدد مستقبلهم نحن نرفض أنها تتوقف ونرفض أنها تنمنع هذه الحقوق لنا كلاجئين ولازم توصلنا ولازم ناخدها استهداف بدأ منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل حيث وضعت السلطات الإسرائيلية عام 2018 خطة لتصفية وجود الوكالة عبر إغلاق مدارسها وعياداتها ومراكزها الطبية في المدينة وتكبيلها بقوانين تتماشى مع الوضع الذي فرضه إعلان ترامب تبقى الأنورو آخر القلاع الدولية في القدس مثل ما ظلت على مدار 75 عاما رمزا للنكبة وما الاستهداف الإسرائيلي لها إلا محاولة لإنهاء حق العودة ليالي عيد المملكة من أمام مقر الأنور والإقليمي القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر